السعادة السيد فاسيلي رئيس مجلس الأمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أستهل كلمتي ممثلا عن بلادي بالتهنية لدولة روسيا الاتحادية ليتوليها رئاسة مجلس الأمن لشهر شباط فبراير أجاري متمنيا لسعادة الممثل الدائم لروسيا التوفيق والنجاح في هذه المهمة كما وأتقدم بالشكر والامتنان لمملكة النرويج على توليها مهام إدارة رئاسة المجلس الأمن للشهر الماضي وكذلك الشكر والامتنان للإحاطة التي قدمها سيد رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات السيد الرئيس يطوي العراق اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما وتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي صفحة تعزز دوره الأقليمي والدولي بما يتناسب مع تاريخه وثقله الحضاري في خارطة المنطقة والعالم كدولة فاعلة منسجمة مع تطلعات وأهداف المجتمع الدولي حيث يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها في 14 أكتوبر 1945 ومن أجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعال ومسؤول في الأسرة الدولية سيد الرئيس وفقا للتقرير النهائي الصادر من قبل لجنة الأمم المتحدة لتعوضات والإحاطة التي قدمها سيد رئيس مجلس إدارة اللجنة وما تضمنته من إشارات واضحة على إفاء العراق لكامل التزاماته الدولية المقرر بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فإن العراق قد سدد آخر دفعة وفقا للتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعوضات الواجب عليه وهو 52.4 مليار دولار أمريكي من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعوضات والتي وزعت على 1.5 مليون مطالبة من جميع فئات المطالبات ووفقا لما ورد في ذلك وما تم اعتماده من صياغة لفقرات قرار مجلس الأمن المعتمد في هذه الجلسة وتذكيرا بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فإن لجنة التعوضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل وأنهت النظر بأي مطالبات مستقبلية في موضوع التعوضات ولم يعد العراق مطالبا مطالبا بدافع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع فيما يتعلق بملف التعوضات وفي هذا الإطار سيد الرئيس تؤكد حكومة بلادي إلى أن العمل مع لجنة الأمن المتحدة للتعوضات ومجلسكم الموقر كان نموذجا ناجحا للعمل المتعدد للأطراف نموذجا يعزز الثقة بالآليات والإجراءات الدولية في تسوية الأزمات التي عصفت وتعصف في عالمنا حتى اليوم ومن خلال هذه الآلية الدولية وانطلاقا من احترام العراق لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحمل مسؤولياته كاملة استمر العراق بالإفاء بهذه الانتزامات بالكامل وفقا للجداول الزمنية والنسب المعتمدة من لجنة التعوضات رغم ظروف الصعبة التي مر بها العراق في السنوات السابقة من تحمل الأعباء والكلف الاقتصادية لمحاربة الإرهاب وأخذ دوره في مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات تنظيم دعاش الإرهابية واسترجاع المدن من سيطرة التنظيم وتكاليف برامج إعادة النازحين داخليا إلى مدنهم وبرامج إعادة الاستقرار والخدمات وتوفير المساعدات وتكاليف إعادة الإعمار والتي ترافقت مع انخفاض كبير في أسعار مبيعات النفط العالمية وفي هذا صدد تنظر حكومة العراق إلى أن الإفاء الكامل لاتزاماته الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة بمثابة تطور كبير في شأنه أن يعزز علاقات العراق مع محيطه الأقليمي والدولي وكذلك العلاقات التاريخية العراقية الكويتية وينقلها إلى أفاق مستقبلية واسعة أساسها الثقة والعلاقات الثنائية المتكافئة السيد الرئيس سعى العراق إلى إكمال هذا النموذج الفريد من العمل والجهد الدولي وتعاون المشترك تحت أطر وآليات الأمم المتحدة فمن خلال إفائه الكامل الالتزامات الدولية الذي أبرز بالمقابل التزاما دوليا قانونيا وأخلاقيا على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهو إخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع والحفاظ على حقوق وأموال العراق واستحقاقاته القانونية الدولية وحمايته من أية مطالبات مستقبلية في إطار الجهد الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة مستندين في ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي في العدل والإنصاف وهو ما يعزز الثقة بهذه الآليات الأممية وهذا ما حرصنا على تثبيته ودافعنا عنه جاهدين لإدراجه في قرار مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع حامل القلم البريطاني وباقي أعضاء مجلس الأمن حيث إن هذا الجهد الدولي لن يكون قد اكتمل نجاحه إلا بعد ما أن تجسدت مطالب العراق المشروعة وتم تضمينها في قرار مجلس الأمن الدولي سيد الرئيس تؤكد حكومة بلادي وفي ضوء ما قدمناه من رؤية تاريخية وقانونية بأن العراق يتطلع بهذا الخصوص وببالغ الأهمية أن يطلع مجلسكم الموقر بمسؤولياته التاريخية في أن ينعكس ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على العراق في علاقاته الأقليمية والدولية وتحديداً مع دول الجوار فعلى الدوام تكون عبرة الأمور بخواتيمها أي إن نجاح العمل دائماً ما يقاس بخواتمه ونتائجه ومخرجته وانعكاساته الإيجابية على الشعوب والدول وفي الختام اسمح لي اسمح لي سيد الرئيس بأن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكم والإعضاء للمجلس الآخرين وإلى حامل القلم البعثة البريطانية الموقرة والتي انخرطت في جولات تفاوضية مكثفة مع البعثة العراقية وللدول الصديقة كافة التي قدمت دعم إلى بلادي لتجاوز هذه الحقب التاريخية التي كانت مريرة ومريرة على شعوب المنطقة وكذلك شكرنا وتقديرنا إلى دولة الكويت قيادة وشعبا ونبارك للشعب العراقي وحكومته انهاء هذه الالتزامات الدولية وخروج العراق من إجراءات الفص السابع فيما يتعلق بالتعويضات ونقدم شكرنا واعتزازنا للقائمين على الدبلوماسية العراقية لا سيمة البعثة العراقية الدائمة في نيويورك لجهودها الحثيثة في المفاوضات لتضمين مطالب العراق المشروعة في القرار متمنين دواما الازدهار والرخاء والتقدم للشعب العراق وللشعوب المنطقة والعالم وشكرا سيادة الرئيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة